سبع هجماتٍ في عامٍ واحد نصيب اربيل عاصمة الاقليم الاكثر امناً في العراق يقصف مطارها مجدداً في توقيتٍ زمنيٍ يثير المخاوف الامنية ويهز معيار سيادة الدولة قيل هذا على لسان القنصلية الامريكية في اربيل تصريحٌ يؤيده تأكيد الرفض المطلق من حكومتي المركز والاقليم على استهداف قوات التحالف الدولية المناهضة لتنظيم داعش الهجمة الجديدة نفذت بطائرتين مسيرتين فشلتا بالمهمة الموكلة اليهما من قبل منفذية العملية بعد تصدي التحالف في الدولي للطائرتين موضحاً سقوط الطائرة الاولى داخل محيط المطار والثانية خارجة دون خسائر بشريةٍ او مادية لكن قرئت الهجمة على انها محاولة استفزازٍ واضحة من قبل فصائل خارجةٍ عن القانون وهو ترجيحٌ على لسان خبراء المشهد الامني في البلاد استفزازٌ ليس لمعادلة الامن فحسب بل لحكومتي بغدادة واربيل تزامناً مع زيارة الكاظم لطهران ومحاولة ضغطٍ من قبل فصائل السلاح البنفلت لاجل تحقيق مصالح لها باتت تتلاشى بحسب مناقبين دوليين ومنهم اميركا التي تجد في ان بعض الفصائل اتخذت سلوك التمرد على صانعيها سواءٌ في الداخل العراقي او من الخارج الاستهداف الذي يعرض حياة المدنيين للخطر يعيد التحذير من ضرب سيادة القانون التي تناد بها الحكومة العراقية وتدعمها دول المنطقة والعالم الاختر من هذا كله ان تكرار عمليات الاعتداء بقصف اربيل بات يرهق عملية الدعم الدولي للعراق في محاربته للارهاب وتحديداً تنظيم داعش وخلاياه في مناطق واسعة من البلاد